حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبن أبي حدرد الأسلامي أنه كان ليهودي عليه أربعة الدراهيم فاستعد عليه فقال يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهيم وقد غلباني عليها فقال أعطيه حقه قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها قال أعطيه حقه قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه قال أعطيه حقه قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببرد فنازع العمامة العمامة عن رأسه فاتزر بها ونازع البردة فقال اشتري مني هذه البردة فباعها منه بأربعة الدراهيم فمرت عجوز فقالت ملاك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت هادونك هذا ببرد عليها طرحته عليه